ربنا يسوع كان يميل إلى الكلام بأمثال علشان يثبت فكرة معينة من خلال حياة الناس ودي أكتر حاجة تعلم وتسيب أثر لأن الإنسان اللي من خلال حياته يتعلم حاجة بتبقى لها أثر عميق حاجة كمان علشان المثال في معنى بعيد والإنسان اللي عنده حاجة غالية بيتطر أنه يبص عليها قدام شوية ويدور عليها ويشوف الحاجة دي فين الحاجة دي غالية بالنسبة لي فأنا عايز أدخل إلى العمق وعشان كده هو قال فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة فهي تشهد لي تفتيش المعاني يقول كده إن الإنسان يدخل كلمة ربنا متعمق فيها نتعمق في كلمة ربنا نمسك فيها نجبع بيها ندور عليها عشان كده المثال كان فيه المعنى القريب والمعنى البعيد المعنى القريب لأي حد اللي مش عايز اللي معملوش كيف يسمع اللي مزاجه مش في كلمة ربنا ومزاجه في حاجة تانية خالص لكن فكرة إن ربنا يدي العمق من المثال ده الناس اللي فعلا عايزة تسمع كلمة ربنا عايزة توصل للعمق عايزة تشبع زي ما احنا كتير قوي بنتعرض لده الواحد ممكن يقرأ الإنجيل إراية سطحية ويبقى يعني متسقل وهو بيقرأ بسبب انشغالات الحياة بسبب أمور كثيرة بسبب ضعف روحي بسبب إنه حياته بقى لها طريق تاني مش طريق سكة السماء وطريق ربنا العالم واخده فيقرأ إراية سطحية لكن الإنسان اللي عايز يدخل ويجبع ويدوء ويتعلم ويحب وربنا يعطيه حياة ويعطيه بركة ويعطيه تعزية ويعطيه معونة ويعطيه فكرا جديدا هذا الإنسان يدخل متعمق في كلمة الله يقول خرج الزرع ليزرع زرعه وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فندسة وأكلته تيور السماء عندنا أربع أنواع ممكن نقول عليهم أربع فئات من الناس وبرضو ممكن نقول عليهم أربع جهات الأرض وكأن ربنا كان بيكلم العالم كله الأول تعالوا نشوف مين الزرع لزرع الزرع لزرع هو ربنا يسوع اللي جه بوصاياه وجه بكلامه وبتعليمه وجه بالخلاص اللي ادهى للبشرية وممكن ناخدها برضو من جهة أن الزرع ده هم كل خادم يخدم بتعليم ربنا يسوع وهو برضو ماشي في نفس السك عشان كده ده سؤال لينا يا ترى أنا بسمع صوت ربنا من خلال كل حاجة محيطة حوالي ولا أنا خلاص أي حد هيجي يكلمني أنا رافض الصوت حد يجي يقول لي لا ده غلط لا ده مش صح الحاجة دي مفروض ما تتعملش يا ترى أنا بسمع لناس اللي حوالي ممكن ربنا يبعط لي صوته من خلال خادم ممكن يبعط لي صوته من خلال إنسان عادي ممكن يبعط لي صوته من خلال حاجة حصلت حدث حصل موضوع قضية مشكلة تجربة يبعط حاجة يا ترى أنا بسمع يا ترى أنا أدرك أن ده صوت الله لي عشان كده خرج الزارع ليزرع هو المسيح له المجد وهو أيضا خدامه أو أي صوت ربنا يبعطولي لي أنا أنا عارف نفسي وفاحص نفسي وعارف إن الحاجة الغلط دي في فأنا أدركها عشان كده أنا بسمع الصوت أقول له يا رب أيوة أنت بتكلمني والحاجة دي أنا اللي محتاج أقدم فيها توبة وتغير ليزرع زرعه والزرعه هو كلمة الله كلمة ربنا ده بالروح القدس يعني الروح القدس يقول كده في صفر أشعين هو المطر أسكب روحي يعني هو المطر اللي بينبت فينا إن إحنا نسمع كلام الله ودي يمكن بتخلينا كتير جدا إن إحنا وإحنا بنشوف ربنا بيشتغل معانا إزاي يبقى الواحد بيفتح قلبه وبيفتح عقله الزرع اللي ربنا بيعلمهن هو كلامه من الروح القدس اللي هو مرة قال لنا إن الروح القدس يعلمكم كل ما قلته لكم وكلمة ربنا بيذكرنا بيها الروح القدس الساكن فينا إنه يفكرنا بكل الكلام وكمان هو ينقي لأنه يقول كده أنتم من قبل أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم بيه فهي كلمة الله تنقينا الأربع أنواع نوع على الطريق ونوع تاني سقط على الأماكن المحجرة والنوع الثالث سقط ما بين الشك والنوع الرابع في الأرض الجيدة لما جي ربنا يسوع يشرح لهم يقول كده قال هذا ونادى من له أذنان للسامعي فليسمع إيه حكاية من له أذنان للسامعي كل إنسان فينا له أذن سامعة هذه الأذن تسمع كل شيء تسمع الأخبار والأحداث وتسمع الأحاديث ما بين الأصدقاء والأحباء والأقرباء وتسمع كل الأحاديث ولكن يبقى هل الأذن دي أذن حساسة أنها تسمع صوت الله ولا لا يعني إحنا تشوفوا دلوقتي الإنسان يسمع أخبار كتير في العالم واللي بيحصل في العالم سواء من حروب أو من أمور أو من أخبار يفضل باستمرار يسمع 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 هل الأذن دي حساسة لهذه الأمور أم حساسة لسمع صوت الله من له أذنان للسمع فليسمع صوت الله هنا جميلة قوي المعنى ده إن يا طارى أنت ليك أذن هل أنت تقول عن نفسك إنك إنت ليك أذن ساعة هل أنت تقول عن نفسك إن لك أذن في واحد يقولك ده أنا سمعي حساس أوي طيب والحساسية دي إيه للأصوات المحيطة ولا لصوت الله اللي هو جاي يكلمنا فيه من له أذنان للسمع فليسمع هو الحساسية تجاه صوت الله عشان كده قال فليسمع ما أقوله فليسمع صوتي مش الأصوات المحيطة شكرا